بوصلة السياسة الخارجية التركية وخيارتها المستقبلية أمام منعطف حاسم وقد تتوقف على نتيجة منافسة شريسة بين القطبين الأبرز في الانتخابات الرئاسية أما الحسم فبيد الناخب التركي بين رجب طي بردوغان الساعي نحو ولاية رئاسية ثالثة وبين ممثل المعارضة كيلشدار أوغلو دي الميول الغربية والمتدرج في الحزب العلماني الذي أسسه كمال أتاتورك وفي رؤية الرجلين للسياسة الخارجية يبرز التباين كيلشدار أوغلو وعد باستئناف عملية الانضمام للاتحاد الأوروبي فيما يعتبر أردوغان أن تركيا قد تجاوزت هذه الخطوة وخلقت لنفسها ثقلاً استراتيجياً وجيوسياسياً خاصاً ويأكد منافسه ضرورة تعميق الدور التركي في حلف الناتو وتوطيد العلاقات مع الولايات المتحدة وإعادة ملف اقتناء طائرات F-35 أما أردوغان فيشدد في المقابل على ضرورة التزام مسافة واحدة بين موسكو وواشنطن مرتكزاً في ذلك على ما حققته تركيا خلال أزمة أوكرانيا منطقتات شرق الأوسط وغرب البحر المتوسط ليست أبداً أقل شأناً بالنسبة لرجلين وسط أفق متشابه لبناء علاقات أكثر استقراراً مع المحيط العربي ويبدو أن أردوغان سعى لمنع منافسه من استغلال تلك الورقة وذلك بالسعي لتطبيع العلاقات مع سوريا غير أن اهتماماً يبديه الغريمان لمعالجة هذا الملف لاعتبارات عدة أمنية واقتصادية وأخرى تتعلق بملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم لكن بمنظور مختلف غير أن الهدف واضح خدمة مصلحة تركيا أولاً وعلى ما يبدو فإن هذا المبدأ جعل من المتنفسين يلتقيان على رأي واحد فيما يتعلق بقضية جزيرة قبرص والحقوق البحرية لتركيا ومسألة التنقيب عن الغاز ويبقي العلاقات المتأزمة عبر التاريخ مع اليونان على وطر حساس بالرغم من بوادر تحسن تلوح مؤخراً ترجمة نانسي قنقر